كان يا مكان في قديم الزمان كانت هناك مملكة يحكمها الملك الغني المغرور وكانت هناك قرية الفقراء المساكين فشاهد الفيديو للاخر لمعرفة ما يحدث في القصة وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس مشاهدة ممتعة هذا الصباح يقول ان يجتمي بشكل كبير ايها الحارس ايها الحارس الغبية اينان اه تحت امرك يا مولاي هل كنتم بتحضير الفطار الخاص بي الى مكان مميز على البحر مولاي لم يكنوا بتجهيز الفطار الخاص بك حاليا وانت مستيكز مبكرا يا مولاي كيف تجرؤ على قول هذا في وجه ايها الغبي هل تعرف حقاب هذا هلم تعرف عقاب الملك بعض اه اعرف يا مولاي لكن ليس الامر بيدي ليس الامر بيدك اه اجل بيدي مان ايها الغبي هلم اعطيك منصب حارس الملك من اجل الاهتمام بكل هذه الامور مولاي كرية منتانة تأخرت في احضار المأكلات الى المملكة وما سبب تأخرهم هؤلاء القرويون نحن نعطيهم الزعب من اجل ان يقوموا بزرع المأكلات واحضارها بالسفن الى هنا نعم يا سيدي لكن يبدو ان هناك عاصفة كبيرة بالبحر اليوم وهذا يدل على سبب تأخرهم اه عاصفة كلت ليه اذا لم تحضر السفن الى المملكة بعد ساعة من الان فسوف ارسلك الى هذه القرية في هذه العاصفة والامطار وتكتشف ماذا يجري هناك هل تفهم ذلك؟ نعم مولاي افهمك والان كن بتجهيز بيت البحر لاني اشعر بالضيكة هنا والان اغرب عن وجهي حسنا يا مولاي تفضل ايوها الحارس اشعر بالضيكة هنا ايضا بالاعلى حسنا يا مولاي تفضل سوف اقوم باخذ القارب بجولة لبعض الوقت مولاي الم اقول لك ان هناك عاصفة كبيرة اليوم بالبحر ايوها الغبي عندما اقول لك باخذ جولة بالقارب فكل ما عليك فعله هو تحضير القارب فقط وعند رجوعي لا اريد ان ارك هنا اه اه مولاي تحت امرك تفضل يا مولاي القارب جاهزا اه اين انا لقد سكتت بالبحر الحمد لله اني نجود اين انا هل من احد هنا هيسمعني احد عليا تجميع الاخشاب للقارب لقد سمعت صوتا اه هيسمعني احد سيدي هل انت بخير لا انا لست بخير اشعر بالدوار وحررتي مرتفعة عين انا انت على الضفة الغربية من قريتنا لقد سمعت صوتك عندما كنت اقوم بجمع الاخشاب يمكنني اغزك لقريتنا ولدينا حكيم سيتم بصحتك سيدي تعال معي سارافكك الى بيت الضيوف وسأقوم باحضار الحكيم اليك ايها المزارع محمود هل رأيت الحكيم؟ نعم لقد رأيته يمر من على الجسر منذ قليل شكرا لك محروس هل شاهدت الحكيم؟ نعم رأيته مع أخيك عصبانه منذ قليل شكرا لك محروس سيدي يمكنك ان تستريح هنا انه بيت الضيوف سأخبر الحكيم عنك وقتي في الحال عصمان اين الحكيم؟ انه في بيته اخي كان معي منذ قليل اين انت اخي؟ لقد اقلقتنا عليك عدمت الدنيا ولم تأتي الى القرية بعد عصمان سأخبرك لاحقا يا لها من ايام شتوية صعبة كل يوم مطرة وعاصفة ايها الحكيم هل انت هنا؟ ايها الحكيم نعم تفضل يا سيد ماذا حدث؟ هل حدث شيء سيء للكرية؟ لا لكن عندما كنت اقوم بجمع الخشب على الضفة الغربية للكرية شاهدته رجلا بقاربه ويبدو انه كان يغرق بالبح لكنه ضاع ما وصل الى الضفة احسنت يا سيد هيا بنا اسرع تفضل ايها الحكيم ها يبدو عليه الارهوك الشديد وحرارته مرتفعة ايها الحطاب سيد اذهب انت استريح فلديك عمل كثير بالصباح وانا ساقوم باحضار محلول سيغفض حرارته يا الهي يبدو على هذا الرجل انه متعب جدا وملابسه تبدو علي انها فاخرة فسازهب لاحضار المحلول من الاعلى اه لقد عصرت علي يا الهي انه ليوم صعب والامطار قوية جدا بالخارج لقد اتيت احضرت لك سيدي محلول سيغفض حرارتك كثيرا عليك فقط تناول هذا المحلول وفي الصباح ستسترد كواك بشكل كبير ما هذا واين انا اه اين انا اه 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 انه له صباح جميل اعمل ان لا يكون مليئا بالمطار مثل امس إنه لصباح مشمس آه أين أنا سيدي يبدو عليك الصحة الجيدة غير قام أين أنا؟ أين أنا؟ سيدي استريح وانا سأحضر الحكيم مصطفى أيها الحكيم مصطفى لقد أستيكز الرجل الذي أحضرته بالأمن الحطاب جيد حسنا لأنا نزل ألي تفضل أيها الحكيم إنه مصطفى بالداخل تفضل أيها الحكيم إنه مصطفى بالداخل سيدي يبدو عليك الصحة الجيدة اليوم آه أين أنا ومن أنا؟ سيدي ألم لك في قرية مونتانا وأنا الحكيم مصطفى ماذا؟ هل قلت لي مونتانا؟ نعم هل سمعت عنها من قبل؟ نعم لقد سمعت عنها أمس بالمملكة أقصد مملكة بيتيتي عندما كان الملك يتحدث مع الحارس آه حسنا أنت من مملكة بيتيتي وأهلا بك بكريتنا مونتانا لكن سيدي يبدو على ملابسك إنها فاخرة آه نعم فأنا ما أكون بخياطة الملابسة الخاصة بالملك آه أيها الحكيم هل تريد مني شيئا بعد الآن؟ فسأذهب إلى الضفة الغربية لاستكمال عمل أمس لا أيها الحطاب سيد اذهب إن الله هو معك أيها الحكيم هل يمكنك أن تأخذني في جولة بكريتكم مونتانا؟ نعم تفضل آه الكرويون يعملون بشكل سريع نعم فهذا صحيح نحن نحب بعضنا البعض ونعمل معا على رقي قريتنا وإنجاز الأعمال بشكل سريع أنتم تعملون بكل حب ومحبة بين بعضكم وهذا بفضلك أنت أيها الحكيم ياريت مملكتي كانت مثل كريتكم الصغيرة آه آه مملكتك؟ أنت؟ أنت الملك؟ ها؟ أيها الحكيم أخبر كريتك بأن يأخذون راحة هذه الأيام الصعبة محلوس؟ ما نازل رجل؟ لقد شاءتوا بالأمس برفقة الحطاب سيد لكن لا أعرف فان هو نعم حتى أنا رأيت الحطاب سيد بالأمس وسألني عن مكان الحكيم أيها القرويون هيا إذهبوا إلى بيوتكم لكي تستريحوا من هذه الأيام الممترة وأخبروا كل سكان القرية بذلك أيها الملك كما ترى أيها الحكيم إنها مملكتنا بيتيتي فرحبك نعم نعم يسعدني كثيرا تواجدي هنا معكم أيها الملك جلالتك عدت بالخير الحمد لله على سلامتك لقد أرسلنا فرقا للبحث عنك في البحث لكن أيها الحكيمة أريدك أن تجمع الناس اليوم وتكون لهم بعد النصائح والإرشادات التي ترشد بها قريتك وكده يا جماعة زي ما انتم شايفين اجتمع الملك بالحكيم مصطفى لينشر العلم والفقه بين سكان المملكة حتى تزدهر المملكة بشكل كبير لو عجبتك القصة وتنساش تعمل إنه لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس نشوفكم مرة تانية على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر